بس احنا النهاردة بقى جايين نتكلم مع شادي مقار يا الكاتب اللي دايما كتاباتك فيها احساس مختلف وفيها فكر مختلف ومش عايزة اقول كلام منمق بس دايما شادي عنده دايما افكار في المشاعر وفي الارتباط وفي الحياة عموما برا السندوق تماما انا عايزة اتكلم النهاردة عن الحب انت شايف يا شادي بعظم العلاقات اللي فيها مشاكل احنا عايشين في زمن مفيش اتنين منطبطين ما عندهمش مشاكل مع ان في الاخر بنشوفهم اليوم بيحبوا بعض يعني هما الاتنين بيحبوا بعض جدا بس انت شايف كشادي مقار انا مش عايزة بقى ككاتب كرجل بني ادم اه كرجل ايه السبب ان الحب بيختفي فجأة طيب انا حابب نعيد تعريف كلمة الحب الاول الحب احنا اقتصرناه على كل انسة وذكر اه او رجل وست ولكن هو اشمل من ده كلمة الحب النهاردة هي لها امثلة كثيرة او لها تطبيقات كثيرة يعني الام اللي بتحب ابنها يعني الاب اللي بيحب ابنه يعني الاب الابن اللي بيحب ابوه خشي حقيقة كثيرة اوي اللي بيحب شغله احنا بتحب شغلين افزا الشغل نفسه فتعريف كلمة الحب النهاردة اقتصرت على العلاقة بين الانسة او ستة والراجل فلو عممنا الكلمة هنوصل لحاجة ابعد من كده وهنوصل لمعنى الحب الحقيقي ولو وصلنا لمعنى الحقيقي انا مش عايز اتكلم باللغة العربية اوي لا اكلمنا خلينا اقول باللغة العمية احنا عايزين نوصل لمعنى الحب الحقيقي اللي ممكن يغير حاجة كتير اوي المجتمعات النهاردة ممكن تتطور الى السلب لو ما فياش حب واتطور للاجاب لو فيها حب بالزبط